بالأهل يحتفل بالسلام الدرع النهاردة والحقيقة أنا عايز أشكر يعني كل عضاء الجهاز الفني اللي قاموا بمجهود كبير جدا في المقدمة طبعا ميستر كولر ده اللي متصدر المشهد لكن ده ما ينكرش الحقيقة انه فيه فوارئ كتير جدا حسناها شغل على أعلى مستوى قام بيه كل أفراد الجهاز الفني بشكر كابتن سامي أمصان طبعا بشكر كابتن سيد عبدالحفيز بشكر الحقيقة كل ميشيل يانكو الحقيقة اللي يعني عامل شغل كبير جدا الناس حسى به مع حراس مرمى نادي الأهلي الخمسة شناوي لطفي شبير حمز علاء ومصطفى مخلوف الحقيقة الأربعة يعني يمكن مصطفى ما أخدش فرصة السنة دي انه يظهر قدام الجمهور لكن الحقيقة كل الناس بتشيد بيه وبتشيد بإمكانيات وبتراهن عليه كواحد من أهم الأسماء في حراس مرمى نادي الأهلي في السنوات اللي جاية حمز علاء شوفنا مع منتخب مصر ظهر بشكل أكتر من رائع الفرص أو الأوقات اللي احتاجنا فيهم علي لطفي ظهر كأروع ما يكون الحقيقة وحتى شبير الحقيقة لما خد مطشاط في الدوري أو حتى في بطولة دوري الأبطال قدم مستوى أكتر من رائع فالحقيقة كل الجهاز كل أفراد الجهاز والأرقام اللي أنا هتكلم فيها معاكم النهاردة طبعا أنا مش عايزة تطرق لتفهات الأمور ومحاولات استدراج جمهور نادي الأهلي خد بالك أنت مستهدف طبعا أنت كجمهور أهلي مستهدف بطرق كتيرة جدا مستهدف أنه يتم استفزازك فترد وتعلق وتزود الريتش وتزود الفيورشيب مستهدف بأنه يتم مهاجمة النادي الأهلي فتتطوع أنت كجمهور عظيم وجمهور كبير جدا للرد والدفاع عن نادي الأهلي فتزود الريتش وتزود الفيورشيب وتزود الشير يعني الكلام ده كله حصل لكن في النهاية الأرقام ما بتجدبش والقصة الموسم ده بتوضح بشكل كبير جدا الأهلي موجود فين وبقية الفرق المنافسة كلها موجودة فين أنا مش محتاج تحكيم ومش محتاج لجنة مستبقات ومش محتاج شركات رعاية ومش محتاج مش محتاج مش محتاج ده بالتأكيد على المستوى المحلي إذا كنت أنا قادر أنجح على كل المستوىات أفريقيا وعالميا إزاي ممكن أكون محتاج أي نوع من أنواع المجاملة عشان أنجح محليا